من جهتها لجنة فلسطين النيابية كانت قد عقدت اجتماعا اليوم حيث لوح رئيس اللجنة يحيى سعود بطرح ثقة بالحكومة في حال لم توافق على مطالب اللجنة المتمثلة بطرد سفير الاحتلال من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب واكدت اللجنة في اجتماع عقدته لمناقشة الاوضاع في المسجد ان الاردن صاحب الكلمة الاولى في الشأن المقدسي وان الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى مسئولية تاريخية ودينية متجذرة في عمق التاريخ لا يمكن التشكيك فيها داعية الحكومة الى القيام بمسئولياتها واستنكرت اللجنة معتبرته غيابا حكوميا عن الاوضاع في القدس خاصة خلال فترة العيد التي شهدت اقتحامات للمسجد واعتداءات على المقدسيين نحن اليوم نحمل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية المسئولية الكاملة عن ما يجري بالاقصى لان هناك وصاية اردنية هاشمية على المقدسات وايضا يعني هذه متذكورة باتفاقية وادي عربة نحن في لجل فلسطين يابيين وطالب الحكومة باتخاذ الاجراء القانوني والفوري والتحرك من اجل حماية المسجد الاقصى من الانتهاكات الصهيونية الاسرائيلية المباشرة عن المسجد الاقصى حقيقة يعني اليوم يعني احنا يعني القلب حزين والعين تدمع لما يجري على مرأة ومسمع كل منظمات الدولية على لجل فلسطين نيابي ان تتبنى مذكرة نيابية اذا لم توافق الحكومة على طلبات لجل فلسطين نيابية بطرح الثقة بهذه الحكومة التي اصبحت عاجزة وغير منتجة في موضوع القدس والمقدسات ونقول ان على الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها والتاريخ لن يرحم متى وزير مدير الاوقاف اذا بدأت تغير صار عمري ثلاث سنوات في المجلس وانا بطالب بتغيير مدير الاوقاف مدير الاوقاف محمد عزام الخطيب التميمي يا اخي لتلتحمل الاوقاف مع الشعب في القدس الشعب هناك يأتي لكن في جمع فلاحين من القرى بسطاء من القرى البعيدة ما في مرجعية اجا تسعين الف ليش ما يوقف مدير الاوقاف في المقدمة وفي البوز وقالهم وقال سمهم كل عشر تلاف يحرصوا ساعة ليش 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 ما كان للاوقاف رأي معلن ليش ما كان لها بيان ليش ما كان لها ضلة اعلامية ليش ما عنده قسم اعلامي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة